مسابقة طهي جديدة وشيقة يشهدها زوار مدينة العالمين الجديدة ضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمتميزة للمهرجان في نسختي الثانية تتضمن المسابقة أكلات لمجموعة من الدول على رأسها مصر وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمغرب أكلات مصرية وعربية أصناف شرقية وغربية وجدها عشاق الطعام والطهي بمهرجان الأكل بالتعاون بين بايتس دسي وسي بي سي سوفرة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية حيث تنوعت الأكلات من شعبية وأجنبية النهاردة المهرجان أكبر مهرجان طبخ وأكل أول مرة يتعامل في العالمين الجديدة في النيو أرينا بنقدم زي ما نشايفين كده أكلات البحر المتوسط يعني أنا هنا وقفة في البوس اللبناني شوية وحروح الأسباني لوناني التركي وكنا عاملين مسابقات بهداية خيمة جدا بجد الناس حتتبسط قوي قوي في المهرجان النهاردة وقاديكم شايفين الهوا حلو إزاي المهرجان سنة دي مختلف خالص عن كل سنة إحنا جايبين أكلات من سبع بلاد مختلفة من حوض البحر المتوسط وكل بلد حيبقى فيها ثلاث وصفات مختلفة الشافس هيعملوها في البوتس وكمان في المسرح الرئيسي ده في مسابقات وجوائز الجمهور تميز أيضا مهرجان الطعام بمسابقات وجوائز مالية وأجهزة للطبخ فضلا عن تنوع الطعام من الدول المطلة على البحر المتوسط مثل لبنان وأسبانيا المغرب تركيا وإيطاليا بالإضافة لتقديم أكلات مصرية شهيرة تم تقديمها بأيدي شيفات وطباخ القنوات الفضائية فكرته حلوة جدا الأجواء حلوة جدا جدا هو بس المكان شوية كان في الأول دخلنا الوقت كان متأخر فالشمس كان قوي بس في الأول شوية بس لدي كل شيء تماميا ده العالمين الجديدة بالنسبة لي اختراع يعني أنا من سعب ما بتاعت تتعامل العالمين وأنا لازم كله مصيف أجي أجي العالمين عمات الحقيقة الفعاليات حلوة قوي قوي وحاجة جديدة بالنسبة للناس كتير يعني إحنا كلنا منتفاج عليها في التلفزيون بس لكن كون إن أنا نحضرها وإحنا نشوفها يعني هنا كده حاجة لذيذة وبتعرفنا بحاجات كتير وممكن يعني غير الحكاية اللي نحن نشوف يعني أحلى حاجة إن أنت تلاقي الجمع ده كله مجتمع في مكان واحد وبيواينا حاجات كتير ويأتي مهرجان بايتس باي ذا سي و سي بي سي صفرة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنها الرياضية والثقافية والترفيهية مما يساعد على تسليط الضوء سياحيا على مدينة العالمين الجديدة كريم بيبرس التلفزيون المصري